السلام عليكم يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعيدة النهاردة بقى معينا الكنافة الجميلة دي حاجة كده مقرمشة والمهلبية بتاعتها اقتصادية يعني الطريقة معينا بسيطة وسهلة اي حد فينا مبتدئ لست بيتعلم الحلويات الشرقية هيعملها بكل سهولة وبساطة بصوا شايفين اللون الدهبي الجميل الحشوة الاقتصادية عقد ايه طعمها لذيذ بسيطة وسهلة شوية بس تركات كده صغيرة في الكنافة واقول لكم ازاي تطلع زي اللي بتتبيع جهزة برة واجمل طبعا لانها من ايديكم طبعا في البيت وكمان في اول التعليقات حسب لكم لينك الوصفة اللي هي الكنافة اللي كانت بالشوكولاتة قبل كده صورناها مع بعض وقد ايه كانت جميلة وعجبت الكل وجربها وكانت طحفة النهاردة بقى هنعملها مقرمشة وجميلة وبالحشوة الاقتصادية الطحفة دي شايفين اللون الدهبي وقد ايه هي بجد كانت عمها طحفة يلا بينا كده نشوف مع بعض الشربات بتاعنا الشربات بتاع الكنافة اللي بتكون مقرمشة بيكون الشربات تقيل كبايتين من السكر عليهم كباية من المية وهتلاقوا المقادية المكتوبة في صندوق الوصف هنحط الشربات بتاعنا على النار لغاية ما السكر يدوب وهنرجع له تاني الكنافة بتاعتي معايا هنا قد نصف كيلو كنافة وزي ما احنا شايفين انا بجيبها طازة وبدخلها الفريزر علشان الاستعمال بتاع صواني الكنافة بيكون المتفرزنة اجمل امتى هنعمل الكنافة طازة لو هنعمل كنافة صوابع هي دي اللي بتستخدم بتكون طازة لكن الكنافة البيتة بتبقى جميلة جدا في الكنافة اللي هي الصواني دي زي ما احنا شايفين الشربات السكر بتاعي دي هنعصر بقى نصف للمونة ورشة من الفاناليا ونديغة الويتين تاني عن نار الشربات بياخد تقريبا من 6 ل 7 دقايق لغاية ما يتقل القوان بتاعه ويبقى معانا بالشكل الجميل ده بنحط له معلقة من السمنة البلدي وكده الشربات بتاعنا اول خطوة في الكنافة الجميلة هتكون كده بقت تمام معانا او ممكن كمان معلقة من الزبدة اللي متواجد عندكم في البيت مفيش مشكلة شايفين الطريقة اهي بسيطة وسهلة واول خطواتنا كانت الشربات هنرجع بقى للكنافة بتاعتنا انا بخرجة بقى من الفريزر اللي حابب يكسرها وهي متفرزنة بالسكينة مثلا تقطعوها او مثلا بمقصت او باديكم كده تفرفتوها المهم ان الكنافة تتفرفت كويس يعني تكون بصتهم زي ما احنا شايفين كده متقطعها حلوة قوي وزي ما بقول لكم طبعا المتفرزنة بتكون جميلة جدا في الصواني هنحط لها معلقتين كبار من السكر البودرة والمادة الدهنية لو حابين الكنافة بتاعتكم تكون طرية تستخدموا كباية من الزبدة لان الزبدة فيها نسبة من القلبين فبتخلي الكنافة طرية لكن لو حابينها مقرمشة زي اللي معينا النهاردة في الفيديو هتكون كباية زيت على سامنة المهم طبعا ان الكنافة هنا يعني تندمج قوي بالمادة الدهنية انا محتاجة تكون كل شعيرات الكنافة طيلها من المادة الدهنية كويس جدا ندعكها الخطوة دي قوي الكنافة كده نقلبها كويس مع السامنة زي ما احنا شايفين كده مع بعض ده كمان من اسباب نجاح الكنافة انها بتكون متشربة كويس قوي بالمادة الدهنية الحقيقة ان الكنافة والبقلاوة والبسبوسة والحاجات دي كلها بتاخد مادة دهنية شوية كتير علشان تطلع معنا نكحة وجميلة وبتاخد اللون الدهبي الجميل ده هنيجي بقى للمهلبية الاقتصادية بتاعتنا معايا معلقتين كبور من النشا وكوب بيتين من المياه ممكن تستخدموا بدلهم لبن وممكن تضيفوا اشتا وممكن كريمة لباني لكن ما فيش اضافة سكر المهلبية بتاعت الكنافة ما بتحط لهاش سكر زي ما احنا شايفين هنا انا حطيت معلقتين من النشا وكوب بيتين من المياه وممكن كمان يكون كاستر اللي هو اللي بيكون لونه اصفر برضو معلقتين قصاد كوب بيتين ممكن يكون كمان كاستر شوكولاتة كاستر فراولا يعني زي ما تحبه هنقلب بقى كله كده على البارد النشا بالمياه كويس جدا وبعدين نحطه على النار ونديره تقلبتين كده لغاية ما يغلي معانا ويبتدي يعمل الفقاقيع اللي على الوش كده المهلة بي بتاعتنا جهسة نرجع بقى لصنية الكنافة انا بستخدم الصواني الالمونية اللي بالصور الرفيع اللي هي زي صواني البيتزا وده مهم جدا لتسوية الكنافة الصنية دي مقاس معايا تلاتين ومعاكو كمان ممكن لغاية صنية مقاس تمانية وعشرين هنبتدي ندهانها بمادة دهنية كويس جدا انا ده هنتهى بالسمنة وبعدين هناخد نصف آآ الكنافة ونبتدي بقى نفردها هنا في الصنية كويس جدا محتاجين ان احنا نفردها آآ بالاطراف والمنتصف وآآ لو معانا صنية تانية اصغر من الصنية دي نفضل بقى نكبس في الكنافة نكبس ليه عشان انا محتاجة انها تتساوى كويس قوي والوش بتاعها ده يكون هبطان قوي في الصنية زي ما احنا شايفين هنحط المهلبية وهي سخنة ما نحطها شوية بردة انا محتاجة ان المهلبية وهي لسه سخنة تنزل على الكنافة وتبرد على الكنافة ليه بقى علشان تتماسك جوه تبقى في طبقة الكريمة متماسكة كده وحلوة زي ما احنا شايفين كده مع بعض ولو حابين تزودوا المهلبية كمان مفيش مشكلة معاكو ممكن لتلات كبيات من المياه او اللبن وعليهم تلات معالق من النشا لكن انا كنت شايفة ان كده كافية جدا يعني هنبتدي بقى نحط اي مكسرات او اي حشوة انتو تحبوها معاكو هند زبيب سوداني اي نوع مكسرات عادي اي مشكلة خالص اللي متواجد عندكم في البيت ولو مش موجود برضو مفيش مشكلة هتطلع جميلة جدا وحلوة قوي زي ما احنا شايفين كده مع بعض انا كان عندي اللي هو الزبيب اللي هو الكبير ده الحقيقة بدي يطعم حلوة قوي في الحشوات اللي هي للحلوات الشرقية وكان عندي كمان سوداني كده مجروش برضو وعطيت كده رشة من سوداني الحقيقة ان طعم سوداني مع الكنافة بيبقى حلوة قوي انا كمان بحبه انا هنا اه بالنسبالي ممكن بقى في اه خطوتين مهمين للكنافة لو حبين تعملوها انا بعد ما بحط الجزء التاني هنا من الكنافة هنبتدي بقى نسويه هنسويه كويس قوي بس ما نضغطش عشان المهلبية ما تطلعش للاطراف وتنشف الكنافة بتاعتنا بس في حاجة في المرحلة دي انا ممكن اريح صنية الكنافة بتاعتي في التلاجة قد نص ساعة وارجع اسويها ليه علشان تكون المادة الدهنية تمسكت في الكنافة اكتر اه ولما بتيجي تخش الفرن سخن بتبتدي تستوي وتتحمر كويس قوي وبتشرب الشربات كمان كويس انتو لو حابين تريحوه ومش مستعجلين على الكنافة ممكن ترتاح نص ساعة وترجع تستوي لو مستعجلين عليها وعايزين تدخلوها الفرن على طول يبقى في الوقت بتاعنا دلوقتي هنسخن الفرن رفة اوسط درجة حرارة امتين اه ونبتدي ندخل صنية الكنافة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده مع بعض انا اه انا بالنسبة لي ريحتها لاني مكنتش مستعجلة عليها بعد ما ساوتها كده كويس وابتديت كده يعني اطبطب كده على الحروف بس عشان ما خرجش المهلبية منها ريحت في التلاجة تقريبا حوالي نص ساعة بعدين سخنت الفرن اه بتاعي على الرف الاوسط زي ما قلت لكم درجة حرارة امتين ونحط صنية الكنافة بتاعتنا ونمسح بقى الصنية كويس قوي مش عايزة اه يعني اي مادة دهنية من برا عليها وهنا بعد ما ريحتها اه وحنرجع بقى ندخلها الفرن وهنعرف طريقة التسوية بتاعتها ازاي زي ما احنا شايفين كده مع بعض وهنا بقى اه ابتدت اه معانا لما دخلت الفرن اه يعني اول ربع ساعة كده ابتدت بقى تتحمر اول مبلائي كده الحروف بتاعت الكنافة بتاعت تلمي كده ونطرت وبتاعت تاخد اللون الدهبي اسيبها برضو شوية كمان لغاية ما نوصل للون الدهبي الاغمأ شوية اغمأ من الجزء ده كده مثلا وبعدين هنقلبها بقى على صنية تانية انا بجيب صنية تانية اختها في نفس المقاس كده واروح قلبيها وبدخلها اه تحت الشوية تقريبا قد خمس دقايق عشان تاخد اللون الدهبي الجميل ده زي ما احنا شايفين كده مع بعض وهنسبها بقى هنا ترتاح الاول عشر دقايق وبعدين اصب عليها الشربات ما نصبش الشربات على الكنافة وهي سخنة وطلع من على النار ليه لان الكنافة كده هتعجن هتطرى يعني هتتشرب الشربات هتبقى طارية بزيادة قوي هتبقى معجنة من قلبها فالمفروض ان انا بخرج الكنافة من الفرن اسيبها ترتاح عشر دقايق وبعدين ابتدي اصب الشربات عليها وتطلع بالجمال وبالشكل الحلو ده واللون الدهبي اللي يفتح النفس زي ما احنا شايفين انا رشيت بقى عليها كده على الوش رشت جوز هند اللي عنده بقى سوداني اللي عنده فصدق اي نوع مكسرات كده مجروش ترشوه كده على الوش وممكن كمان سكر بودرة يعني عايز اقول لكم الطريقة بجد فعلا بسيطة سهلة الحقيقة ان كمان طعمها حلوة قوي نفس طعم الكنافة الجاهز اللي في المحلات والتكلفة بتاعتها زي ما انتم شايفين حاجة بسيطة جدا المهلبية كانت اقتصادية وحقيقة اعمقها فعلا وهي طوزة بجد خطيرة ولما قعدت كمان لتاني يوم كانت اجمل كمان فجربوها وقولولي رأيكم وما تنسوش معنا وصفات ان شاء الله جاية كتير جميلة يا رب تعجبكم ويا رب يكون الفيديو كان بسيط وقدرت اشرح فيه كل التكات المهمة المفيدة اللي عمل الكنفة المقرمشة الجميلة دي شايفين الشكل والجمال اشوفكم بقى الوصفة الجاية على خير